انطلق من الموجود اللي ما بين ايديك انطلق منه وانتظر فضل المعبود يعني امشي في الطريق وربنا يفتح عليك هذه الفلسفة اللي هم قالوا خزوة طالب ان احنا نبتدي خطوة خطوة هذه سيرة حضرة النبي اللي بتنور بصرتنا ان احنا دايما نبتدي بالمتاح في ايدينا من الامكانيات نعمل ايه بقى عشان نخلص من هواجسنا اللي بتخلينا نتأخر وبتخلينا نقف وبتخلينا نعتر زي ما بيقولوا اول حاجة ابتدي دايما باقرب حاجة اليك عارف احنا في الرشاد الزواجي بنقول ايه اول حاجة بنسأل الزوجين طب ايه اللي انت تقدر تعمله الان وسهل عليك الان وتعمله فيحل المشكلة بينك ومن زوجتك مثلا يقول لي اللي انا اقول له انا اسف وان انا ممتن لك على كل اللي انت عملتيا اقول له اقول اتكلم فاوقات كتيرة زوجت تقول له ايه ياه ده انا كنت مستنيها الكلمة دي من زمان هو طبعا يفاجأ يعني انت مشكلتك ان انا اقول لك يا اخي الاوالة دي لا تستصغرها لانها فيها مدد الله سبحانه وتعالى يبقى اول حاجة لازم تتعود طول الوقت اعمل اللي في ايديك لو في ايدك ويضت اللي حدث عن النبي عنديمه هنا اتق الله ولو بشق طمرة اتق الله اللي في ايدك ده انا لسه لا اروحك تاسب بقى عشان اتصدق لا اقسم الطمرة اللي في ايديك دي واعطيها لفقير هتبقى رحاله بمدد ربنا يبقى على طول اعمل لما تكون عندك ديق اعمل اول حاجة في قلبك واسهل حاجة عليك هتجد الابواب بتتفتح هتجد نفسك بيحصل فيها مدد من الله تاني حاجة حاول طول الوقت ان انت تمشي وما تقفش اي حاجة استمر اعملها ولو كانت صغيرة كلمة تصرف اكتب معلومة وارجع لها مرة تانية بس تقدم ولو خطوة ولو صغيرة خير العمل ادوامه وانقل تالت حاجة وهي مهمة جدا جدا في حياتنا احنا عايزين ان يبقى عندنا مفهوم للثقة بالنفس انا اظن غايب عندنا الثقة بالنفس ان يبقى حوالك حاجات كتيرة ولا معاك امكانيات كتيرة الثقة بالنفس مش ان يبقى معاك حاجات كتير الثقة بالنفس ان انت تعرف ان انت محل مدد الكبير ان انت معاك الله كل ما تثق في الله كل ما حياتك بتحلوه كل ما حياتك بتسعد احنا اكتر حاجة بنفتقدها في ثقتنا بنفسنا ان احنا نتيقن ان الله سندنا وان الله سبحانه وتعالى لن يتركنا ابدا حاول تردد في نفسك دايما الباقي معي لم يودعني الباقي معك لم يودعك وقول دايما كده يا سندي ويا سعدي انت وحدك مدد يا سعدي ويا سندي انت وحدك مدد يا سندي ويا سعدي انت وحدك مدد وتعالوا نبني شخصيتنا توبة توبة خد حضرت النبي من الارض اللي صلى عليها اللبنات اللي بانى بيها المسجد تعالوا ناخد من اقل حاجة من ايدينا لبنات نبني بيها ثقتنا بنفسنا اللي هي جاية من مدد ربنا لكل شيء قليل لان العظيم الكبير اذا اعطى لا يقال لعطائه قليل بل عطاؤه وفير غزير كثير يا رب جعلنا دايما نثق في عطائك ونثق في ارزاقك ونستمر ونعمل ولا نتوقف لانك انت الصاحب في السفر اشتركوا في القناة